فالزكاة أيها الإخوة والأخوات ركن من أركال الإسلام الخمسة فرضها الله سبحانه وتعالى تطهيرا للنفوس وتزكية للأموال هي عبادة مالية تلتقي فيها القلوب على حب العطاء والإنفاق تستوجبها الشريعة على المسلمين كحق للفقراء والمحتاجين وهي منظومة متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات بما يحفظ كرامة الإنسان ويقوي أواصر التضامن بين أفراد المجتمع الزكاة تجسيد عملي لقيم التكافل الاجتماعي والإحسان الذي يدعو إليه الإسلام فهو نظام إلهي متكامل يربط بين الغني والفقير ويحقق التوازن في المجتمع فرضها الله تعالى على الأغنياء لا لتكون عقوبة على أموالهم بل لتكون تطهيرا لهم من الشح والبخل وتزكية لنفوسهم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في سورة التوبة 103 فالزكاة تطهير للمال نفسه إذ بها يتحقق الرضا الإلهي والبركة وتصبح الأموال وسيلة للخير لا فتنة للإنسان ترجمة نانسي قنقر